كما لا يخفى عليكم أن قطع صناعات تقليدية يلعبوا ببلادنا دورا جد مهما سواء في التشغيل سواء في الإنتاج سواء كذلك في جلب الصادرات أو العملة الصعبة من الخارج القطع رغم أنه غير ظاهر العيان ولكن هو العمود الفقاري ديال الاقتصاد الوطني ويساهم في النسيج الوطني الخام اليوم سيد وزير كاتب دولة في صناعة تقليدية اللي نعتبره وزير صناعة تقليدية الحمد لله وكأنه كان يمارس فيها القطع أزد من 40 سنة له كل الخبايا التي يعرفها القطع وله كل مكامن القوة ومكامن ضعف ديال القطع وتعاهد أمام سيد الرؤساء على أنه بطبيعة الحال سوف يشتغل ليل النهار من أجل إتمام كل الأورش التي تلقتها حكومة صاحب الجلالة منذ اعتلاء سيد رئيس أخنوش كرئيس الحكومة نقولها بصراحة أن هناك عدة برامج التي كنا ننتظرها منذ أمد بعيد خاصة فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية الحرفية اللي كنا يعني مهمولين الحرفي كي يشتغل واحد المدة ديال 60 سنة نهار اللي يعجز كي يتلاحظ الطرف أو الله كده أنه الناس يديروا له دارت اليوم صباح الصانع التقليدي أو الحرفي بحاله كباقي لأطور ديال الدولة عنده حماية اجتماعية عنده تغطية صحية هو الأبناء دياله بتمانين بخص يعني وهذا كنسجلوه للحكومة ديال عزا خنوش كنسجلوه لسيدنا اللي يصروا إنه هذا مشروع ملكي مشروع حكومي فاليوم الصناع التقليدي يعني استوعبوا المنتوج لأن في البداية كان الأمر شيئا ما صعب ولكن اليوم نظرا يعني والله والحرفيين كيمشيوا المسحات الخصوصية كيستفدوا كيرجعوا لهم يعني الأتوات ديال الدوا ديال العمليات ولكن ديال عملية جراحية على القلبة مجانا خاصة الأمراض المزمنة وهذا بطبيعة حال ما كنا نسعى إليهم منذ أمد بعيد كذلك سيد الرؤساء وسيد الوزير تفقوا على أنه ستكون انطلاقة جديدة للقطع خاصة كما سلفتوا الذكر أن هذا القطع يساهم في جلب العملة الصعبة وهو سفير صاحب الجلالة في جميع أنحاء العالم صنعة تقليدين وصفراء سيدنا الله ينصروا بالمورود التقافي الأصيل الذي لا ينزعون في أحد هناك بعض الجهات التي تنزعون في بعض المنتوجات ديالنا هذك المنتوجات المكان المغريب أنا ذاك يعني كنت ستبع له بعد المدن ديالهم مثلا تلمسان وإلى آخرين وصوفوا بنات مما الصناعية ديالنا صوفوا بعد زليجت مما ولمما جات سيدنا الله يرحمه وحمد خميس وسلم فواح العدد ديال المتروات ديال اللي بقاوا عند الجيران أعتبروا أن هذا المنتوج ديال ما هو لا علاقة لهم بهم فهذا موروط تقافي ديال المغربة والمغربة متشبتين للصناعات قليدية هويتهم في الصناعات قليدية تقافتهم في الصناعات قليدية والدليل على ما أقول أن سيدنا الله ينصروا في معظم المنتدية العالمية يرتدي اللباس تقليدي الجلباب والتربوش وهذا إشارة على أن المغرب تقافته وهويته وأصالته في الصناعات قليدية فالقطاع أظن أنه غادي كان يلعب دورا أساسيا وسوف يزيد في وطرة لعب هذا الدور وخاصة بعد تعيين سيد كاتي بدولا ونحن بتابعة الحال كممتلين ديال القطاع على المستوى الجهة والوطني سوف نقوم بواجبنا بجانب سيد كاتي بدولا وسوف نعمل ليل النهار حتى يكون الأهم ديالنا هو إسعاد هذا العنصر البشري اللي هو الصناع التقليدي والحفاظ على اللهوية ديالنا والثقافة ديالنا وكذلك على المورود ديالنا التقافي اللي هو اللي هي الصناعات قليدية اليوم اللي كيقول زليج البلدي دياله هذا كيحلم كيحلم الشحول من اللي ما يتحقق لهش اللي كيقول قفطان دياله لبلوزة دياله ما لا علاقة له بها ما يعرفش يلبسها مغربة يعرفوا يلبسوا يعرفوا يديروا زليج يعرفوا يعيشوا وسيدنا الله ينصروا اليوم بالسياسة دياله الحكيمة أن بلدنا وصلت في المنتظم الدولي أعلى المراتب وهذا بطبيعة الحل لا يتأتي إلى المغربة لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم